أهلا بكم في استعراض الأحداث والمصطلحات الاقتصادية في أكاديمية تعليم التداول للمستثمرين مصطلح اليوم هو الراتب التقاعد المخصص وهو عبارة عن نوع من ترتباط دخل التقاعد التي يستثمر مجبهة الفرد مبلغ معين ومن ثم يحصل على مبلغ سنوي المساوي لمعاش تقاعد سنوي الذي يأخذ في الاعتبار احتياجات التدفقات النقدية المتوقعة ومتوسط العمر المتوقع إذا تم سحب مبلغ الأكبر من عائدات الاستثمار يتم استخدام جزء من المبلغ الأول لتعويض هذا الفارق وخلافاً للمعاش أو المعاش التقليدي يمكن للراتب المخصص أن يعطي المتقاعد فرصة للوصول المستمر إلى مجموعة أسلمان المستثمر وكما يسمح بتمرير أي رصيد إلى المستفيدين في حال وفاة الشخص المعني يسمح لك المعاش المخصص بتحديد مقدار الدخل التي ترغب في الحصول عليه بدلاً من وجود مجموعة أو كمية مفهرسة لحياة التقاعد ويخضع هذا إلى الحد الأدنى من المبالغ التي فرضتها الحكومة يتم دفع المبالغ حتى ينتهي الرصيد في الحساب من المهم أن نفهم أنه ليس هناك ما يضمن استمرار مجموعة المعاشات التقاعدية لأي فترة معينة أو لبقية حياتك سوف تتوقف مجموعة المعاشات التقاعدية عندما ينتهي الرصيد في حساب التقاعد الخاص بك